يا أبو ميثاق ما أقوله صحيح ما أكلتم الميتة قبل سنوات صحيح جدا أكلتموها صحيح جدا اللي خلاني سعيدة أكثر أنه أنت الآن تحولت من قيادة في بدر إلى مفتي سياسي والبرحة كانت عندك فتوى توقفت عدها كثيرا حينما شبهت السيد المشهداني زين بالميتة وقد حرمت أكله حرمت الميتة وحرمت ترشيح المشهداني يعني هذه الفتوة السياسية التي أنت تعاطيت بها وبثيتها للرأي العام شنو اللي وراها سيد أبو ميثاق المساري أنا صورت مشهد استعرت يعني شغلت الذاكرة واستعرت هذا المشهد أقول أنه اختيار شخص عدو لدود من قبل شخص آخر هو يقترب من تجرع السم أو أكل الميتة لطالما كان المشهداني يمثل الخصم لمحمد الحلبوسي في الحي السياسي السني ما عدا عما بدأ ما الذي أجبر الحلبوسي بأن يقدم محمود المشهداني كمرشح عنه وعن تقدم أنا أقول أنه الرجل في زاوية حرجة جدا هو يتجرع السم وهو يقترب من مفهوم أكل الميتة وأكل الميتة بالمناسبة يا أبو سجاد حلال مع الاضطرار فالرجل يسلك طريق حلال لكن مضطر ولولا هذا الاضطرار لما حل علي أكل الميتة بكل تأكيد هذا الاضطرار ما له هو محور الموضوع وهو لب اللباب في كل ما يجري الآن من سباق سياسي أبو ميثاق أبو ميثاق أنت تبدأ وتنطلق بالتوصيفاتك لا 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 أنا ما أشخصني الموضوع أنا ما أقصد أنه محمود المشهداني لا حشاء وجل صاحبنا وصديقنا أنت قلتها بالأسماء والإنسان محترم لا لا أنا أعالج الفكرة والذي أكل لحم الميتة الحلبوسي بعد شك وضوح أكثر من هذا الله يسترعيك لا لا المشهداني ليس ميتة حاشا الرجل إنسان محترم لا تشوي من الميتة لكن الفكرة الفكرة في العودة إلى الوراء وتقديم شخص خصم لمنصب معين هذا يعادل أكل الميتة لأن أنا مضطر مضطر أنه ما عندي غير خيار ما عندي إلا أن أرعى في الحديقة الخلفية للمالكي فلاح مكرواني أنا اليوم أصبحت عد المالكي لما يؤشر السيد المالكي مع كل الجلالة والتقدير للإسم والعنوان يؤشر على يقول فلان شخص يرهم أنا أهرول حتى أرشح فهذا أول شيء تجرع للسم ومحمود المشهداني ليس سما وأكل ميتة وأترفع عن وصف السيد المشهداني بالميتة لكن أوصف الحالة إذا هذا كان تجرع السم وأكل الميتة اليوم ما كان قبل بالأمس قد حصل وهناك من أكل الميتة وهناك من تجرع وهناك من أجلستموه وهناك من قدمتموه وهناك من وضعت وراه العلم وهناك من أصبح زعيما هذه ليست المرة الأولى يا أبو ميثاق أقرأ في تواريخكم بالأمس وتذكر من آني مثل ما أنت تاني اليوم نحن منحولان نحن فيها يا أبو ميثاق ما أقول صحيح ما أكلتم الميتة قبل سنوات صحيح جدا أكلتموها صحيح جدا صحيح والله أبو سجاد خليني أبين لك خليني أبين لك خليني أبين لك خليني أبين كون هادئة أترجاك أبو سجاد مو طبعك يعني لا حبيب أبو ميثاق فضل القصد القصد تجرعنا السم من أجل تمرير الموجة العالية لفتنة تشرين مررنا موجة عالية كانت تريد أن تذهب بالعملية السياسية إلى مهاوي إلى ذاكرة التاريخ نعم وثبتنا أسس وركاز هذه العملية السياسية واستعادنا السلطة واستعادنا وجودنا وبقت هذه العملية السياسية اليوم تتعافى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر